ترجمة نانسي قنقر التي تقدمها المملكة بقيادة جلالة الملك المفدة من أجل نشر التسامح والمحبة والإخاء بين جميع دول وشعوب العالم وفي تصريح لمعاليه بمناسبة اليوم الدولي للضمير الذي تحتفل به دول العالم في الخامس من شهر أبريل كل عام قال إن مملكة البحرين عرفت على مر التاريخ بتمسكها والتزامها بالقيم الإنسانية الرفيعة والتي تتجسد في المجتمع البحريني وما يمتاز به من خصال نبيلة تعكس الاحترام والتسامح والتواد مع جميع الشعوب والديانات وضف رئيس مجلس الشورى أن الاستراتيجيات الوطنية والمشروعات والبرامج التنموية في مملكة البحرين تقوم على أسس ثابتة والتزام راسخ بحقوق الإنسان مؤكدا أن المملكة تعتبر بركزا للسلام وتدعم كافة الجهود الرامية لتعزيز الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا ولفت معاليه لأن المجلس يحرص بشكل مستمر على جعل التشريعات الوطنية متوائمة مع القيم الإنسانية النبيلة ومنسجمة مع الرؤى الملكية السامية للتكاتف والتلاحم بين الدول والشعوب وتعزيز المصالح المشتركة بينها اشتركوا في القناة